موسيقى قضية سيد الشهداء عليه السلام إضافة إلى عمقها الفكري والمعرفي الذي لا شك فيه لكن الدعام لها هي دعامة العاطفة الجياشة العاطفة الجياشة يريد أن تذكى بأي طريقة شرعية للفقهاء يشخصونها نحن ليس كلامنا الآن حول تشخيص الفقيح كلامنا حول فلسفة الموضوع بما هو نقول عندما الطرف يطرح هذه الشعائر إنما يطرحها من هذه الزاوية لأنها ترتبط بمنطقة القلب ترتبط بالتعليم المتطور فهي إذن مشهد آخر إذن هي تقتضي مقتضيات أخرى إذن لها نتائج أخرى يستشكل بأنه يضحكون مننا عندما الإنسان يمارس بعض الشعائر يعني إذا هاي الحجة نستعرض بعض الحجة في الوقت المتيسر من الوقت أنا في تصوري نبغي كل أدوار الأنبياء والأمة نكتشف دعامها ونركزها أكانت حوزات أم كانت حسينيات أم كانت شعائر طبعا بالإطار الشرعي الصحيح لا شك فيه هاي لازم نذكيها ننميها نطورها فإن تلاحظوا الآن هذا المعنى وتدبروا فيه وتعمقوا فيه أيضا يقول يضحكون مننا نقول متى احنا أخذنا ديننا من انعكاسات وانطباعات الآخرين عننا يضحك مننا أو لا يضحك فليضحك ولاية الفقيح إذا فقيح توصل إلى ولاية الفقيح حسب الأدلة الشرعية يجب عليها أن يفتي بالولاية حسب الحدود التي يتوصل إليها هل يفكر أنه يضحكون مننا يستهزئون بنا يزدرون بنا العالم عالم مبني على الحريات والديمقراطية وأنت تقولي بولاية الفقيح أنا ما علي بالعالم أنا علي والأدلة الشرعية من كتاب وسنة وإجماع وعقل فإن قادتني الأدلة الشرعية إلى ولاية الفقيح الواسعة والضيقة على حسب يجب عليها أن أفتي على طبقها بنحو القضية الحقيقية بس بنحو القضية الخارجية لا أستطيع أن أعمل ولايتي أو الفقيح لا يستطيع هذا كلام آخر العالم فليضحك من هذه النظرية من يلتزم بها شرعا عليه أن يتبنى الحجاب في مثال آخر فليضحك العالم الحجاب فليضحك منه وهكذا وهلما جرع ذاك الشخص الذي لا يذهب إلى النوادي المختلطة تدرون في بعض الأماكن الموبوئة بعض الجامعات بعض المدن إذا هذا لا يذهب إلى النوادي أو لا يذهب إلى السينة لا يضحكون عليه بل عدد من الأخوة كانوا ينقلون لي يقلب أنه الفتيات المتدينات المحجبات في بعض الجامعات في بعض المدن في ضيق لأن هذه متة مكيج يستأسان بها يعني يعتبروها رجعية متخلفة أما صديقاتها أو الشباب أو بن أشبه لأنها محجبة يعني ملتزمة بالحجاب بشكل كامل حتى بدون بوشية أو مع البوشية في ضيق يضحكون منها شنها الرجعية شنها التخلف شنها الوضع هل أنا الديني آخذ من أولئك ماذا يقولون فليقودوا ما يقودوا أنا لازم أشوف المقتضاء القاعدة الشرعية ما هي ثم أمشي على ضوئه أن يضحك مني شخصون ثم من الذي يضحك الغرب قاعد يضحك علىنا والغرب يضحك على كثير من مقدساتنا يضحك على أصل ديننا هل أنا أخذ ديني من الغرب وجدت أحدهم يستدل على تحريم أو على تقبيح بعض الشائر الحسينية بأن هذا تخلف حقيقة استغربت هل التحذر والتخلف من المقاييس الشرعية إحنا عندنا الأدلة أربعة الكتاب السنة الإجماع العقل ما سمعنا حتى الآن أن من الأدلة التخلف والتحذر والتخلف ثم التخلف والتحذر بنظري من؟ ثم شنو حدود التخلف والتحذر يعني الآن خاصة في الدول الغربية إذا الرجل ما يصافح المرأة يعتبروه هذا متخلف بل يعتبروه مزدري يعني يزدري بالجنس الآخر هل أنا قيمي أخذها من الآخرين؟ يرميني بالتخلف خل يرميني واحد كان يقول كان يقول حتى هذا الملبس هذا يرموننا بالتخلف هذا الملبس متخلف شنو هذا الملبس أصلا؟ يعني واحد يلبس هاي الصاية والعبوة وتقيد الإنسان لا ترون أنه الإنسان يريد تحرق يروح يجيغ وتقيده ثم بالصيف في حمارة القيض واحد يكون بهذه الملابس هذا يعني يمكن الطرف الآخر يعتبره تخلف لكن أنا أحتزبي أعتبر هذا الرمز حضارة أعتبر هذا يجسد يجسد يعني معاني كبيرة لا أنظر إلى القضية من هذا المنظر فلينظر له من منظر آخر أن يرى الآخرون شيئا تخلفا أو تحضرا ليس بالبقياس لبس الذهب كنتم لاحظا أنا في بعض الجامعات فترة من الفترات إجت لعلها الآن موجودة أنه الطرف يلبس قلاد الذهب هذا علامة الموضة يسموها موضة قلاد الذهب ساع ذهبي هذا يعتبره تحضر وإذا لم يلبس هذه القلادة أو هذا الكذا فهو متخلف نحن نقبل هذا المنطق لا نقبل هذا المنطق الاستدلال بمثل هذه الأدلة بعيدة عن الاستدلال الفقه يعني هذا التخلف أو تحضر فليسمه الآخر تخلف موسيقى اشتركوا في القناة